نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات نظم المعرض التاسع للحرف التراثية تحت رعاية سامح شكري وزير الخارجية اشتري مصري عنوان المعرض التاسع للحرف التراثية والذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على مدار يومين بمقار وزارة الخارجية في هذه المرحلة اللي العالم كله بيواجه فيه مشاكل اقتصادية وكساد اقتصادي وضعف فرص العمل من الطبيعي ان الناس تشجع المنتج المصري وتحافظ عليه وتشتري منه خصوصا ان المنتج ده بيتطور يعني الملاحظة الاساسية ان الناس بتقول ان فيه تطور وتطور ايجابي فده شيء يساعدنا وبالتالي يجب ان احنا نشجع ونشتجي يضم المعرض العشرات من العارضين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الفانانين واصحاب الحرف اليدوية والطراثية لعرض تشكيلة متنوعة وراقية من المنتجات التراثية واليدوية من بينها الاكسسوارات والفضة والنحاس والخيامية والديكوباج والمنتجات الجلدية المتنوعة والفاخرة وكذلك منتجات سيوى ومجغولات سيناء والمفروشات والملابس التراثية والمجغولات الزجاجية دي أول مشاركة ليا في المعرض هنا في وزارة الخارجية دي الدورة التاسعة ليه هنا هو المعرض حلو جدا لأنه هو فرصة أننا بنتعرف على جمهور جديد لأنه معظم الحاضرين صفرة أو عاملين بوزارة الخارجية فمعظم المنتجات اللي بيشتروها بتبقى هداية بياخدوها معاهم وهم مسافرين ببرا مصر فبتبقى فرصة أن شغلنا اللي هو صنع في مصر بقالي مصريا أنه هو يتشاف ويبقى موجود برا مصر هذا المعرض هو حقيقة يشرف كل الأمة العربية وأعتقد أن هذه المنتجات هي منتجات عربية ونحن نتشرف ونعتز بما يصنع في مصر ويصنع في ليبيا ويصنع في تونس ونحن إن شاء الله سنكون أحد الداعمين وكل المشاركين في منحة ناصر من الشباب العربي والشباب الأفريقي وكل هذه القرارات المشاركة والمشاركين الدوليين هم يتجولون داخل أروقة هذا المعرض هناك الكثير من المنتجات الحقيقة التي نحتاجها في حياتنا اليومية صراحة معرض جميل جدا يقربنا أكثر من الثقافة المصرية يقربنا أكثر من العادات والتقاليد المصرية ومن اللباس المصري العريق الحمد لله أنه أتيحت لنا الفرصة لزيارة هذا المعرض وإن شاء الله بإذن الله رح نزور مصر مرة ثانية إن شاء الله لكي نستفيد أكثر لكي نرى أكثر ونكون قريبين من الحضارة المصرية العريقة نحب أن نرى أكثر مبادرات كما هذه فأحنا نتعرف على المنتجات التقليدية في مصر ونعملوا إكسشينج نحاولوا نحكيهم معهم نفهموا الأفكار متاحهم وعلى شاء الله لا نرى معارض دولية بين مختلف الدول كما تونس ومصر يهدف المعرض للنهض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والترويج للثقافة الفنية المصرية العريقة ومساندة أصحاب تلك الحرف وتسهيل مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية لعرض منتجاتهم التراثية واليدوية الفريدة المستوحى من التراث المصري الأصيل مما ينعكس على نمو أعمالهم وتطوير منتجاتهم ويفتح لهم آفاق تسوقية جديدة في الداخل والخارج أحمد الحسيني التلفزيون المصري